بعد انقطاع جلسات مجلس الوزراء ثلاثة أسابيع تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي من استئناف عمل المجلس وأعلن المكتب الإعلامي للعبادي في بيان مقتضب عن استئناف جلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت برئاسة العبادي لافتا إلى أن الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان أخيرا لم يحضروا الجلسة العبادي الذي يسعى لتعيين الوزراء بالوكالة بدلا من الوزراء الكرد الذين قاطعوا جلسات البنجلس بحسب مصادر مطلعة يعتزم تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاستدعاء الوزراء الخمسة الجدد الذين صوت عليهم البرلمان نهاية الشهر الماضي لترديد القسم الدستوري بدلا من البرلمان بسبب تعطل عمل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية ذاتها التي عطلت مجلس الوزراء فيما يؤكد خبراء القانون أن هذه الخطوة غير دستورية كما أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يحل في حال فشل إنعقاد جلساته والطريقة الوحيدة لإنهاء عمل الحكومة هي سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان فيما يستمر الفراغ الدستوري وتعطل مؤسسات الدولة وإصابتها بشلل شبه تام بسبب تعطل عمل مجلسي الوزراء والنواب وبعد ثلاث محاولات فاشلة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب غياب وزراء من كتل سياسية مختلفة تبقى التساؤلات مطروحة حول شرعية الجلسة التي عقدت ومسار العملية السياسية في ظل أزمة يرى المراقبون والمتابعون للشأن السياسي أنها قد تدفع البلاد إلى مزيد من الأزمات